لا شك أنك على دراية بالدولار الأمريكي ومن المحتمل أنك رأيت أوراقه آلاف المرات وربما تكون واحدة من أكثر العمولات المعروفة في العالم وقد تكون موجودة في محفظتك الآن ولكن كم من المرات نظرت فيها بالفعل وتساءلت عن السبب وراء تصميمها ورموزها والكلام المكتوب عليها وأن تسعة وسبع في المئات من الأوراق النقدية تحتوي على كمية كبيرة من الكوكاين الحبر المستخدم في المال الأمريكي هو حبر مغناطيسي يستخدم هذا الحبر لمنع عمليات تزوير المال في قمة ورقة واحد دولار يوجد مثلث وهي علامة المسونية وتعني بمفهومهم سوف نحتل الأرض وتكون تحت سيادتهم عندما أسس وايز هوبت سنة 1776 منظمة النورانيين وقام بإعادة صياغة البروتوكولات الصهيونية القديمة على أسس حديثة بتكليف من صهيينة اليهودي تبنت هذه الجماعة شعارا لها لم يفهمه أحد في ذلك العصر الرموز التي يتركب منها وقد فسر الجنرال ويليام غيكار في كتابه أحجار على رقعة الشطرنجي رموز هذا الشعار بما يلي الهرمو يرمز إلى المؤامرة الهادفة إلى تحطيم الكنيسة الكاثوليكية كممثلة للمسيحية العالمية وإقامة حكم ديكتاتوري تتولاه حكومة عالمية على نمط الأمم المتحدة العين في أعلى الهرم وترسل الإشعاعات في جميع الاتجاهات ترمز إلى وكالة تجسس أسسها وايز هوبت تحت شعار الأخوة لحراسة أسرار المنظمة وإجبار الناس على الخضوع لقوانينها والكلمتان المحفورتان في أعلى الشعار ترجمتهما مهمتنا قد تكللت بالنجاح أما الكلمات المحفورة على أسفل الشعار فتفسر طبيعة هذه المهمة ومعناها النظام الاجتماعي الجديد والتاريخ الذي تعنيه الأرقام الرومانية المحفورة على قاعدة الهرم يعني سنة 1776 وهي سنة إنشاء منظمة النورانيين وليست سنة تاريخ إعلان وثيقة الاستقلال الأمريكي فقد أعلن استقلال الولايات المتحدة كما نعلم رسميا في معاهدة السلام التي عقدت في باريس في الثالث من سبتمبر سنة 1783 وفي تفسير أخر أفضل يقال أن الهرم هو بناء حقيقي يقع في قاع المحيط الأطلسي داخل مثلث برمودة ويمثل قلعة المسيح الدجالي في تلك المنطقة ويظهر أيضا في الدولار من الوجه أما المجال الإشعاعي الذي نراه بأعلى الهرم المثلث المقطوع من قمة الهرم وتصدر منه إشعاعات في مختلف الاتجاهات فهو عبارة عن طبق طائر ضخم أو صاروخ على شكل مثلث مجهز بحيث يمكن للمسيح الدجالي من الإقلاع به إلى حيث يشاء بالأرض في حال حدوث دماري ليتقع لقلعته الهرمية أما العين التي نراها واضحة داخل هذا الطبق الطائر المثلث فهي عين المسيح الدجالي وهي عين واحدة لأن عين الثانية ممسوحة أما العبارة التي في أسفل الشعاري فهي تعني الختم الأعظم وعليه يمكن فهم المعاني التالية الختم الأعظم للملك الأوحد فهذا هو ختم المسيح الدجالي الذي يتربع على عرش أمريكا فهو يرى أن أمريكا هي المجال الحيوي لوجوده وفكره وتجاربه إن الدولار الأمريكي هو عملة صهيونية خالصة فلا شك أن يضع ملك صهيونية ختمه على عملته التي حكم بها العالمي ويباشر من خلالها بنظامه العالمي الجديد وبالإضافة إلى ما سبق فهناك معلومة جديدة قد تزيد الموضوع إضاحا فقد تمكن فريق من العلماء الأمريكيين بقيادة الغواص أبيل جيلاندر من اكتشاف هرم تحت مياه مثلث برمودة على بعد ثمانون كيلو مترا جنوب ولاية فلوريدا يبلغ طوله مئة وسبع مترا وبفحص الهرم والدخول في دهاليزه باستخدام غواصات صغيرة الحجم ومعدات ركوتية وكاميرات تلفزيونية ذات دوائر مغلقة اكتشف العلماء أشياء مثيرة للغاية منها طائرات وزوارق مخبأة داخل الهرم وكتابات ورسوم غريبة على جدران الهرم من الداخل شبيهة باللغة الهيروغليفية ومميئات محنطة للسكان السابقين ويرى العلماء بأن هذا الهرم إما أن يكون بقايا من حضارة أتلانتس القديمة أو يعتبر قاعدة مزودة بمستودعات لكائنات فضائية متقدمة ولذلك يخشى العلماء أن يعبثوا بهذا الهرم وبمكوناته خوفا من حدوث ردة فعل من أصحابه فقد يكون رد الفعل قاسيا وغير متوقع وأخيرا نسوق الحادثة التالية التي تؤكد الصلة بين المسيح الدجال والمنظمات السرية اليهودية ففي شيكابو قتل شابان من أعضاء جماعة الكابال اليهودية شابا أمريكيا كان ينتمي إلى الجماعة نفسها حينما انسحب منها واعتنق الإسلام وذلك بحرق في حمام ملئ بالصودة الكاوية لأنه أعلن أن عملاء أخفياء لملك اليهود المنتظر المسيح الدجالي بدأوا يروجون لحكمه على العملة الأمريكية من فئة الدولار الواحد رمزا لتوحد العالم تحت حكمه وأن اليهود يحيكون مؤامرة على العالم كله لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالدين وهنا نرى مليا الجوانب الخفية في الدولار ونرى أن النجمة السداسية واضحة جدا في شعار المنظمة النورانية التي تقع على رأس النسري وإذا تمعنا بعدد النجوم في هذه النجمة السداسية فسنجد أنها ثلاثة عشر نجمة وهي عدد الدول التي توجد في الاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه حديثا لنشر النظام الاجتماعي الجديد إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة